عبايب العرب في كل مكان. مساء الخير عليكم كلكم. أخوكم مصطفى يحييكم البرازيل. هذا البرنامج يتكلم عن عالم وعلوم الأرواح وهو طريق البحث عن الله. البرنامج النهاردة سيكون حلقة خاصة جداً من أهم الحلقات على الإطلاق. ويمكن هذا هو مفتاح لغز الوجود. الموضوع النهاردة مجرد من هذه الحلقة سيكون في أديك مفتاح لغز تحل لغز الوجود نفسه. لكن يجب أن تبحث لسه كثير جداً لكي تستطيع توصل لنتائج متحقق منها ومردية لنفسك. الموضوع النهاردة يسمى الري إنكارنيشن. للأسف في العالم العربي الناس تخاف تتكلم في هذا الموضوع لأن يغلب على العالم العربي الديانة الإسلامية. والديانة الإسلامية ترفض تماماً عملية الري إنكارنيشن. أو سعاد بيسموها تناسخ الأرواح وسعاد بيسموها تقمص. كل الأسامة دي علشان يبعدوا الناس عن التفكير في الموضوع. لأن مجرد التفكير في الموضوع ممكن يغير الفكرة عن الدين بالكامل. ويغير الفكرة عن الله بالكامل. ويغير الفكرة عن نظرتك للكون بالكامل. وتبدأ في عملات المعادلة في التفكير الشركة. والذي يفصل هذا كله الريانكارناشن فالحلقة تأكد جدا أنها ستكون مفيدة جدا جدا وأنا أحاول على قد ما أقدر ألخص لكن الموضوع أضخم مما تتخيل لكن خلال كل الكورس على علوم الأرواح شيء يعني العمود الأساسي للروحانيات هو الريانكارناشن بدونه ينسى لأنه ليس ستكون هناك عدالة إلهية لكن لكي نستطيع أن نترجم كلمة الريانكارناشن بطريقة أكثر دقة قاءة تضع في النظام م suite سوف يكدّر إبادة أن الريانكارنين لبقى تتخيلتي في الجسد. لان انت تضيع في الموضوع وتقول لها خليها لله وخلص نفسك. ولم يريد ان العالم كله اليوم بيبتم بإمكانك ابحالك ويجب ان تبقى لكن العالم كله اليوم يجب أن نتاهر من أبحاث. ويجب أن نتائج. لكننا سأترك لكم رابطة على الفيديو لتوني خليفة. عندما يتكلم عن موضوع الريانكرنيشن ويجيب بعض الحالات القوية جدا ولكن البرنامج نفسه يحاول يلغبط الناس يعني يوري لك جزء من هنا جزء من هنا جزء من هنا ويلغبطك والشيخ بيتكلم وخايف يتكلم وبعدين يجب لك واحدة محللة نفسية بتتكلم هي اشتركت في عملية الريانكرنيشن في الاسبات الريانكرنيشن ومع ذلك جاد في اخر برنامج وبتادي ترجع في كلامها البرنامج هو معمول علشان يشككك في الموضوع اكتر ما يأكد عليك الموضوع لانه هيترتب عليه اشياء كتير جدا فالنهاردة انا هكلمك على موضوع الريانكرنيشن او التقمس او التجسد او التناسخ لكن هكلمك بقى من وجهة النظر العلمية وفي نفس الوقت من وجهة النظر الروحانية وزي ما احنا منقوله الموت الموضوع يعني نخلصه بحسي لازم نجهده بحسا وانت لازم تدرس الموضوع ده جامد جدا 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 فهم انت تخيل مجرد ان انت تحط على جوجل الريانكرنيشن انسى الاماكن اللي هي فيها السين والهند والسيخ وكده لانه ده هم عندهم فكرة الريانكرنيشن فكرة كويسة لكن فكرة بدائية بيقولوا ان الشخص مثلا بيجي على وجهة الارض او معاه كارما او معاه دارما الكارما ديت يعني مثلا فيه اشياء غير جيدة انت عملتها وبتيجي بتيجي لازم تدفعها يعني قتلت واحد لازم تيجي تتقتل انتهاقت عارضه هتيجي انتحك عارضك واحد كذا يعني وساعات يقول لك ان الرجل ده لو خبيس ينزل يبقى كلبه ومش عارفه والدارما بقى اللي هو عكس الكارما يعني يجي بقى حياته سعيدة وسهلة وكده لكن ما بيقدروش يفسروا اكتر من كده يعني بيجوا للجزء ده وانتهت الفكرة بتاعتهم يعني تبقوا لحد امتى الموضوع ده يقولك الى مالة نهاية يعني تبقوا فيه هدف للموضوع الرينكرنيشن مفيش فهوما بيجاد يعني وما وصلوش للنتيجة يعني كنت عايز ابدألكم نين حبدألك انا من الموضوع تفكر انت معاي بس شوية في العدالة الالهية فتخيل المنظر نفرين تولدوا على وجه الارض واحد تولد في في تراب داخل التراب في القاهرة وعايش عيشة صعبة جدا جدا مش لاقي ياكل بياشحت بيجري ورا العيش بتاعه وعايش في مكان وحش مش لاقي مية يشربها كحربا مش عارف ايه يعني حالته مش تمام اوت ولد في عشوائيات ومخدرات حواليه والحرمية والسنج ومش عارف ايه وعايش في الجو ده وانم يعني حتى هو لو في دماغه كده عايز يتعلم عايز يروح مدرسة عايز يعمل المجتمع ده بيجريفه وممكن ايه يتحول حتى الى مجرم او يتحول الى ضحية يعني وفي نفس الوقت بتلاقي واحد اتولد في نفس اليوم معاه في نفس الساعة في نفس الثانية وتولد كابن الناحيان ولا ابن البرينسة شاعلز والليدي داعي وكده ويبتدي عيش عيشة فخمة جدا ومرتاحة جدا واللي هو عايزه والعربيات تحت امره والخدم تحت امره والسفر تحت امره وكل شيء وطبعا هو مش محتاج يسرق ولا محتاج ينهب ولا محتاج يمدي ييده على حاجة ولا محتاج تجر في مخدرات مش محتاج الحاجات دي لان الوضع الاجتماعي بتاعه بيفرد عليك هذا يعني يعني مش براغباته يعني فهو بيبتدي يتصرفها بطريقة اللي هو تحلله ممكن تكون طريقة كويسة رجل عطوف ويعني عادة تشك في ذلك يعني الناس ملحبش ايما بالنسبة له يعني وممكن ينتحز الفرصة دي ويعمل اعمال خير كبيرة جدا انت فوق ما تتخيل يعني والاثنين يطلعوا بفرد حنفتارد بقى دلوقتي النظرية الاولى وهي نظرية الدين الاسلامي بالذات يعني دين المسيحي ايام زمان وكان فيه الرينكرنيشن ده شئ كان معترف بيه جدا جدا لحد سنة 500 او شوية ايام كونسطنطين وحتى البابا مرضاش يشترك وكان عايزين يغيروا عملية الرينكرنيشن الا ان الناس هتبتدي اتعي وهتبتدي تقول الملك يعني انا النهاردة خدامك وعبدك ومتعملنيش كده لاحسن بكرة انا هكهاجي في دور الملك وانت هتبع العبد فعاملني كويس علشان اعملك كويس فهم عايزين الناس يتعامل كعبيد وخلاص يعني ينتهوا عقوى عرضوهم يقتلوهم يعملوا فيهم اللهم عايزينه يعني فامروا البابا من هو يشير الرينكرنيشن من الانجيل وكده لكن البابا طبعا رفض لان ده من العقيدة اليهودية اليهود حتى الان خاصة اللهم هم محتفزين لنفسهم بالعلوم الكبيرة زي علوم الارقام مثلا علوم الفلك دي علوم الارقام دي علوم خطيرة يعني لكن هم محتفزين بها لنفسهم ما بيورهاش للعامة يعني وايضا علوم الرينكرنيشن مش عايزين ييعرفوا كتير بيها لكن انا شوفت عنات اكتر من يهودي ويهودية بيقولون بيقولون ان هم بيؤمنوا يعني جزء من دينهم الرينكرنيشن جميل؟ طيب لو فرض ان احنا اخذنا العقيدة الاسلامية كموديل يعني فالانسان بتولد مرة واحدة فمن الولادة بتاعته زي ما احنا اتفقنا في اتنين واحدة تولد في منطقة عشوائية وحصلت له الظروف دي والتاني تولد ابن ابن مالك او ابن برينس او حاجة فطبعا ده عدم عدالة اوتوماتيك كده لان لما هيدوا يروحوا عند الله حيحسبوا مزايد لان النوع الامتحان مختلف يعني نوع الامتحان مختلف جدا يعني فبفرض ان فيه جنة ونار فهيبتدي الرجل الاولاني ده اللي تولد في العشوائيات عمره مصلى ولا صام ولا عمل ومتعارك او حتى لو هو مسيح تيجي تقوله مسيح مين يا ابا احنا لقيت اكل فين هو ويقعد يشتقون بيساب الدين عارفين انت الموضوع ده منتشر يعني في مصر كل الناس بتساب الدين وعادي يعني في الشارع وبيقولوا الفاظ نبيه وكده واللي بيقدروا يسرقوا يسرقوا واللي بيقدروا ينصب عليه وانت عارف ده يعني حتى تريد العيش هكده يعني طبعا فيه ناس وكل مكان ليه وزيفة محترمة ومدرس او طبعا مش هيسرق فيه ناس محترمين كتير جدا لكن بقولك فيه اولاد يعني الزمن بيجور عليه بتلاقيه مرمي في الشارع بتلاقيه مرمي في وكالة الخضار هيعمل ايه يعني وبعدين انت تتهم وتقول ده صايع ده معه مطوى ده مش عارف ايه وهو يعني غلبان يعني خد بالك هو تولد ترامى المجتمع مثال فيه وبعدين بتحصل معه المشاكل دي مش مبارر طبعا يعني ولو هو قدر مع نفسه كده يمشي في طريق العدل ده تبقى جميل جدا ده تبقى يعني رائع يعني لكن عداتا المجتمع بيجرفك يعني بيجرفك مثلا ويرميك في السجن وعلي انك سرقت فرخة مثلا عندما تخش السجن قال انك سرقت فرخة تهبل ويعود يعلمه الاجرام وهكذا فلما يجي الشخص ده وان يروح على النظرية الاسلامية يروح عند الله في الاخر ويبتدي تحاسب مثلا هو والتاني ابن النهيان انا بدي اسمع النهيان ده اما اعرفش لو هم موجودين ليسا ان انا خارج عرب العربي عمسة اعرف ان بتوع الخليج اسمهم قال نهيان قال مش عارف ايه والسعود قال بتاع فالناس ديت يعني عايشين في المايونيز يعني بيأكلوا بيتوالد بيشرب كل لبن بمعلقة دهب وبينام في سرير دهب وكل احنا اصور وخدم وحشم اللي هو عايزه يعني وطبعا مش محتاج يسرق ومش محتاج يعمل ايه حاجه فعاش عاش بطريقة رائعة طبعا يعني ما ما عاناش بايه شيء والراجل اللي هو الفقير دوال اه راحوا بيتحاسب بقى معاه فبيقوله انت هتخش النار لانك سرقت وعملت وعملت والتاني ده هتخش الجان يا انت متحطهو unsere في ظروفي وانا في ظروفه من اللي هيقدر ايه ومشى عادل هنا وانت بش أخدبانك مفيش عادل في الموضوع ده وانت على كل المستويات يعني انت لو خدت كل المخلوقات اللي في الكون وبيخشوا يوم اللي بيتقول عليه يوم الحساب ده هتلاقيهم كل الكائنات تتزمر يعني الانسان يقولك طب بفرض ان كل الاشياء كل الكائنات بتيجي مرة واحدة وتموت وتتحاسب يعني ده بفرض ان ده صحيح يعني فالموضوع ده يبقى صعب جدا لانه مفيش عادل اساسا الحيوان حيبتدي يقول الله طب ليه خلقتني مثلا غزال والتاني اسد ويفتراسني واشوف مثلا ولادي بيتقاتر قدامي ده لو عنده موخ اساسا يعني عشان يفكر به او يروح اليوم اللي هو الحساب ده لو الحيوانات ده كلها هتاسحا مش هتبقى فهمة اللي بيحصل اساسا يعني ما بتحاسبش اساسا لكن الانسان عشان انسان بتحاسب وبعد ان بتحاسب على ظروف ظروف حصلت هي اللي بتخليه يمشي في اتجاه الالف او البيه او السيه مسلا وايضا حكاية الدين دي يعني مثلا انت بفارد ان انت الدين المسيح دي خاطئ ده من وجهة نظر المسلمين وانت اتولدت في المسيحية ما تقدرش تفالفص يعني حتى لو انت حاولت بزكاءك كده وتحاسب وبتاعه عايز تخرج بالدين الكنيسة ما بتخلاكش تخرج اساسا يعني مشكلة انت خدت بالكم المشكلة ولا ما خدتش بالك المشكلة كبيرة يعني عدم عدل الملاكة يقول لربنا مثلا انت ليه ما سبتنيش انزل كانسان عشان هتجوز واخلف لانه ما تمتعتش بحياتي زالانسان انا هاد اعبد والسلام يعني وشتان لو فرد فيه شتان وجن وكلام ده احنا كلمنا على الموضوع ده في الحلقة اللي قبل اللي فاتت حيتزمر برضو يعني كل المخلوقات هتتزمر وتأكد اني الخالق عز وجل حكيم جدا جدا مش هايسيب حاجة كده بهذا الشكل يعني دعنا بقى نشوف الموديل بتاع الريانكرنيشن نترجم الاول هي اعادة ميلاد نفس الروح في جسد جديد تب واحد يقول له الله تعب الروح دي كانت فين؟ تب جاية منين؟ في الواقع بقى من ساعة من انت تخلقت وانت عايش ما فيش حاجه اسمها الموت في صراحة جديد تبقى من جسد انت تبقى من انت هايش بطريقة بزززززززززززززززززززززززززززززززز pixel لكن انت بتتحد مع الجسد تنزل لأحد الكواكب سواء كوكب الأرض أو كوكب آخر احنا بننتمي لكوكب الأرض في عادة كده هنفضل ننزل في كوكب الأرض كوكب الأرض كوكب الأرض وكل مرة هننزل في كوكب الأرض عشان ناخد خبرات جديدة موضوع معقد ما هوس سهل زي ما انت متخيل يعني احنا عرفنا الكلام ده منين ملايين الناس وببساطة كده افتكروا حياتهم السابق يعني كانوا هنا موجودين وعيشين وافتكروا الأسرة بتاعتهم ما هوش نفر ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولا عشرة ما هوش نفر بسيكولوجي والجامعات بتاعت تعمل دراسات ضخمة جدا وبالها فيها قسم مخصوص يعني الناس اللي هي بتدرس اللي هو علوم النفس والبسيكياترية اللي احنا بنقول عليها امراض عقلية وترجمة خاطئة ايضا لكن البسيكياترية والنازي بتدرس في قسم الريجريشن اللي هو الريجريشن بالعربي الريجريشن انه هو ان انت ممكن تقوم بعملية تنوين مغناطيسي وانت تقوم بعملية تنوين مغناطيسي وبتبتدي تعمل الاسترجاع الزكارة ايو هي دي الريجريشن وانت بسترجع الزكارة بتاعتك بتسترجع بقى ايه العقل البطن بتاعك فانت ممكن تقوم بعملية مراحب ناظل وانت تقوم بعملء بالنسبة لديك كانت تسترجع كثيرا وتدخل ويولد الحيا terms تبتدأ تدخل و تشوف حياتك الثانية كلها مالحق. ساعات تجيب تفاصيل دقيقة جدا جدا جدا. ده لو انت عايز تعرف يعني. يعني العملية اللي بعرفة دي ما نصحكش بيها يعني. إلا لو انت بقى ايه شاكك 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 في الموضوع ده. وعايز تروح تعمل العملية دي. روح اعمله واحد تشوف حياتك سبق. انت كنت موجودة. هي نعنى كواقب الارض بدل المرة عشرين. وفي دكتور فا اسبغانيا سنة 1880 كان بيعمل ابحاث اه وبيخلي الناس تفتكر لحد خمس حيوات سابقة. يعني بيفتكر لحد خمس حيوات سابقة. وطبعا دي. بتجيب لك كآبة بتجيب لك مشاكل. اه بتشوف مثلا ان انت عتلت ابنك في الحياة السابقة. وكده. وهو جاي لك دلوقتي كابنك علشان تحبه وعلشان يعني. تبتدوا يبقى لكوا علاقة كويسة بدل ما كنتوا اعداء. تبقوا اصدقاء. تبقوا اصحاب. تبقوا حباء. اه فلو انت ابتدت تفتكر وتشوفه مثلا ان هو قتلك خد منك مراتك وكده حبيبتك. فالنظرة بتبتدت تختلف بقى في الحياة دي. بيعمل عندك مشاكل. ونعرف ناس بقى عندها مشاكل يعني. وبعد بسلا ستة عرفت اني بنتها كانت بتحب جوزها. اللي هو ابوها دلوقتي. خد مالك. بس اه اه اللي كانت بتجوزها نفس الرجل اللي بتجوزها دلوقتي. وبنتها اللي تولدت لهم دلوقتي كانت اه اه خانتها مع ابوها الحيالي في الحياة السابقة ما كانش ابوها طبعا. وحصل مشاكل بينهم. وهي خادت وقاترت الساتة دي. اللي هي اماها حالية. فتلاقي البنت ما بتحبش اماها من زورها يعني. بتحب ابوها جدا مسلا بتحبش اماها. مش طائقة تبص فوش. يعني. ولحد دلوقتي هم كل واحدة عايشة في بلد. وما بتتصلش باماها. وساعات احنا نتحايل عليها. وبتاع. وتيجي. لكن مش مش بنفس الطريقة لان بتادي تعرف كمان ايه اللي حصل في الحياة السابقة. ده مش كويس خد بارك. احسن لك ما تعرفش يعني. لكن في ناس بتفتكر. لوحدها كده يعني. وتعاكد مش كويس. يعني. يعني. شوف كل الخبرات الناس بتوصل فيها. زي كان فيه السات اللي بتاع تون الخليفة دي. تخيل المنظر. اكتشفت انها ماتت. في. كانت ساتة متجوزة. متجوزة ومحترمة. وبعدين. في. اا. 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 تلت رجالة و اربع رجالة. خطفوها. ودوها في بيت. واقعدوا يعذبوا فيها. ويغتصبوا فيها. اكتر من شهر. واخش بلاج. وبعدين. ورموها بالنار ورموها في محيرة فتأخيها المنظر هي تولدت وفاكرة كل دا وراحت شافة البيت الخراب داوان والمكان اللي هي فيه وطبعا خايفة جدا جدا لحد ما ايه توني خليفة تلقى يروح معي انا وشوفي وبتاع ودخلت معاهم وشافة البيت وطبعا ذاكرة رهيبة جدا جدا تخيل لا تفتكر الناس اللي كانت بتاختصب فيها وبتدرب فيها وكده لمدة شهر بحالة يعني وقدع على حياتها وقدع سلاتها بن عيالها وبن جوزها لدرجة ان هي عملت بلوك مفتكرتش بقى مين جوزها ومين فقط الحادثة دي اللي كانت في دماغها يعني والناس اللي بتاخد طلقة ديت بتدربوا وبتقتلوا عادة بتولدوا بردو والعلامة الرصاص في نفس الحتة اللي دخلت فيها الطلقة ونفس الحتة اللي طلعت منها طلقة بتلاقي العلامة بردو يعني هنقولك ازاي طبعا احنا ايه لما بنيجي نتولد احنا في الواقع بنتناسج داخل الرحم يعني على على شكل الجسد اللي موجود في العالم الروحاني يعني فيه جسد نوراني هناك والجسد ده بيتأثر وهو يحصل معانا هنا هو بيحمله يروح هناك يعني cooperاض Nine Achievement لو انت اااااااااااااااااا ااااااا بتتعاطى مخدرات بشكل رهيب جدا بحيث انكن تكون بوخك ببوز مواز او مثلا بتشرب بكحل جامد وبتبوز الكبد فطبعا ده لما بتروح هناك ولازم ترجع تتولد فبتتولد في مشاكل في الكبد بتتولد في مشاكل تبقى مجنون في بيبقى معطوه بيبقى عندك مشاكل في المخ وعندك مشاكل في الفهم بتبقى غبي فحنبتدي نفهم ده الرينكرنيشن احنا اللي بيجيبه لنفسنا يعني لكن رحمة ربنا كبيرة جدا ناخد بالك يعني لو يعتمد كل اللي احنا بنعمله وبنستلم وزيه ما كناش خلاصنا يعني ناخد بالك طيب الرينكرنيشن دوا بتدرس في جماعات دخمة جدا ومن اماها بردو جامعة قامت فيرجينيا اكتر من خمسة وعبعين سنة بتدرس الرينكرنيشن اللي هي عادة ميلاد نفس الروح لجسد جديد ومش لجسد جديد اعادة ميلاد نفس الروح بتتولد 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 بتتفل جديد بتنشئ تفل جديد مش جسد جديد هو تفل جديد يعني بتتولد من ثاني يعني الانجيل وساد المسيح بيأكد عملية الرينكرنيشن دي لما يجي وقتها انا ممكن اكلمك عليها لكن حتى اكد قالوا له ازاي انت جاي بيقول ان مكتوب ان المسيح حييجي لما يجي حيكون اليا لازم يرجع الاول اليا هو النبي الياس الياس لازم يرجع الاول فازاي انت جيت والياس لزا ما جايش يبقى النبوءة متحققتش يعني وفهم كل التلاميذ انه يحنى المعمدان انه هو سيدنا ياحيا يحنى المعمدان لو انت حتى تشوف في القرآن وفي الانجيل وكده انه هو تولد من ام عاكر واب ايه كهل يعني يعني لا الام ولا الاب عندهم الكنديشن انه هما يعملوا اطفال ما عندهمش يعني التأهل انه هما يعملوا اطفال لا راجل ولا سيد فهو الرينكرنيشن لالياس يعني الياس الروح بتاعته اتوالدت وبقت ايه يحنى المعمدان والكل كلنا 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 بنروح ونيجي ودي ده طبعا خبر كويس مش واحش يعني الخبر الواحش ان انت تعيش برا واحدة حبيبت احاياك في حياتك بتروح اجهرم الى الابد الابدين ده ده حاجة يعني لا انت حتستفيد بينها فكر كده ولا الله يستفيد مانا استفيد ايه انه هو ياخد شخص معين ويفضل شوي وبدله لحمه ويديله شاوي ويديله لحمه ويديله شاوي حتى لو الملعيكة دي ما بتبقاش رحيمة ولا الله يبقى رحيم يعني بتناقض الفكرة دي مع الرحمة يعني فعايزك تفكر بس في الموضوع الريانكارنيشن بهذا الموضوع يعني فالنهاردة فقط اليونيفرسيا وفرجينيا عملوا بحث على اكتر من تلاتاشر الف حالة وعملوا كتالوج لالفين وسبعمائة حالة فقط مؤكدة يعني مثلا بتيجي ابو وام تفلي ويقولولهم التفلي ده وانا اعمال يقول انا كنت مش عارف فين واهلي فين ومراتي فين وحيتجن احنا عايزين له طبيب نفسين عشان ان يخلصوا من الحالة دي هيجوا يقعدوا مع التفلي ويكلموه فالله انا انا متجوز ومراتي في الحالة الفلانية يا عم انت عندك خمس سنين متجوز ازاي لا انا ما اسميش فلان انا اسمي براين ومش عارف ايه وفي الحالة الفلانية فبيروحوا يعملوا ايه بقى ايه يعملوا بحث ويشوفوا هال كلامه ده صح وبعدين بيبتدوا يعملوا بحث تاني هل يترى حد لقانوا الكلام ده هل يترى شاف الكلام ده فيه جورنان هل يترى شاف الكلام ده فيه نشرة اخبار يعني بيحتاطوا لكل ايه اللي ممكن تكون حاصر التعاملية ايه حد لقان تفله معين عشان عايز يسترزق من الموضوع يعني لكن ما بيروحوا بعض التفلي بقى التفلي بيشوف الاشخاص بيقولوا ده ابني فلان وده بنت فلان وفين خالق فلان وفين وشوفنا راجل برضو فتون خليفة اللي هو دخل البيت وانا كنت مخابي علبة هنا فيها فلوس وفيها كام ليرة وفيها كذا وفيها كذا وراحوا وجاب العلبة وفتحوها ولقوا فيها كلام اللي بيقول عليه وهو كان عنده اكتر من عشرين سنة وولاده كان عندهم اكتر من اربعين سنة مثلا دي حاجة يعني ايه حصل يعني بتحصل جامد يعني وفيها اطفال طبعا بسهولة جدا تتعرف بيتولدوا عندهم المواهب دي كلا بنت صغيرة عندها اربع سنين خمس سنين ومسكة البيانو وعملت اعزف عليه زي ما تكون واحدة عندها اربع شرين سنة يعني لان البيانو من القلات اللي صعبة جدا اعصفها وانا شوفت بنت مثلا على اليوتيوب بعملت اعزف بتراجلونية فيه ولاد اللي بتشتغل بالدرامز دولة اعزف ذات اللي بتشتغل بالدرامز دولة اللي بتشتغل بالدرامز دولة اللي بتشتغل بالدرامزة موزارت مثلا اقدم سنفونية لو عند ساتة سنين تبجابها منين دي يعني فاكر فيها بس بموزارت او موزارت بمتطور عليه فموزورت ده موجود ومعروف لدي مجتمعات كثيرة جدا جدا لكن احنا كروحانيين عارفين اصله الحقيقة الكون ان الله سبحانه وتعالى بيخلق الروح والروح دي بتتحول الى individual individual يعني شخص قائم بذاته شخص قائم بذاته لان كان في الفلاسفة بيقولك ان احنا ايه لما نموت بنرجع ونندمج في الكل تاني زي ما يكون فيه ايه حاجة واحدة كده وروحوا كلنا طلعين من الروح دي وروحوا مندمجين وبعدين تيجي حاجة من المجموعة دول الكرة الكبيرة دي وتبتدي تتوالد تاني يعني بنقصر احنا الانديفيدول او اللي هي الشخصية الخاصة لكل شخص يعني وعلى الطبيعة بقى وعلى التجارب بالعلم ده ما بيحصالش يعني بتلاقي شخص بيتوالد هو هو وحتى هتشوفه اشخاص مهمين جدا بتلاقيهم هم كانوا في الحياة السابقة كذب الحياة وشوف شكله عينيه مناخير وطريقة الكتابة اللي بيكتبوا بها تلاقي نفس الخط يعني النهاردة العلم بيورينا حاجات كتير جدا ويبتدي يخرج بقى فصيلة علم جديد من سنة 1961 اسمها كونسيولوجية كونسيولوجية دي بتتعامل مع الشخص كشخص كامل كده اللي هو يعني بيكتشف الانا مش الجاسد اللي أنا فيه ده جاسد جاسد لكن الانا الشخص الكامل ده اللي بيبتدي عنده كونسيولوجية واخذ ما أقول لذلك بقول لك ايه الوعي الكامل كونسيولوجية 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 مشكلة فيه عندي الخلط ما بين اللغة الانجليزية واللغة البرتغالية يعني عندنا هنا في البرازيل مراكز أبحاث ضخمة جدا جدا وبيعملوا عملية الريانكرنيشن دراسات قوية جدا جدا وطلعت منها نتائج بقالها عشرات السنين يعني معروفة جدا واللي عايز يجي يشوف الكتب كتير جدا لدرجة النهاردة بتادي يعترف بالروح كعلماء يعني لازم بس حتى ما بيقول عليه روح بيقول عليه كونسيولوجية يعني وعي يقول لك ان الوعي بيستمر بعد ما يسمى بالموت في حاجة اسمها وعي طيب على الجانب الروحاني احنا كائنات متطورة يعني احنا انديفيدول يعني شخصية مستقلة من ساعة ما بتتوالد وزي ما احنا بنقولك ان انت هتوعد في عالم المنيرال العالم المنيرال اللي هو المعادن وبعدين بتنتقل الى المملكة النباتية وبعدين الى المملكة الحيوانية وبعدين الى مملكة الانسان وكل ده فيه تطور بيحصل معاك طبعا فتخيل منظر انا ممكن هنكون مثلا دينا الصور في انا دربت دبان موتا فلازم ارجع اطوال دبان عشان حدي موتني ودي ما عندهاش يعني لوجيك يعني حتى دبان عشان تنتقل منك ما تعرف اي تبين ولا ما عندهاش كونشوس انت اللي عندك كونشوس وانت تتحسم على كل حفوة ولا تبقى حاجة مملة يعني مش هتخلص يعني ها رميت مية جرد المية موت 500 نملة يبقى لازم ارجع 500 مرة نملة وتموت وانت بترجع كانسان يعني لكن طبعا لو انت راجل عندك احساس ممتاز عن الحيوانات ورحمة وشافقة والحكاية دي هتكون احسن لك في حياتك القادمة يعني فانت بترتقي إلى مرحلة الانسان وانحنا بنروح ونيجي بقى من عالم الارواح دي عالم الارواح نتكلمت عنه سوية المرة اللي فاتت عالم الارواح ده موجود فوق كل كوكب في مجموعة ضخمة من المدن بيقى فيها الارواح دي والمدن دي عليها مدن تحتية ومدن علوية المدن التحتية اللي هي اسمها امبرو عالم غير سعيد بيبقى فيه مش مش عذاب ولا حاجة لكن في معاناة بيقولك وبيعد انك عشان يلين قلبه عارف انت المال واحد بيبقى وانده حقد وانده غل وانده عرف وحموت وهقدر ومتنرفز وبتاع فيعادو عشان يهد عصاب شوية عشان يتكسر شوية اخذ بالك لما يبتدي يفهم ويندم بقى ويطلب وما يوصل للنقطة دي بيتيج الملايكة بتنقذ ويعني بيشلوه من المكان الوحش وبيطلع معاهم وعايد بقى بما انه انا اتقتل او ادرب بسكينة وحصلت لحادثة عربية او اي حاجة من اللي بتحصل دي او حتى مات بسرطان وكده بيفضل بيتقلب بيحس بدي افصل ما بيعرفش ان هو مات اساسا يعني بيفضل عايش عادي بنفس القليم مجعين عطشان كل شيء الانسان يعني بيروح للمكان العالم التاني ده بيستمر عايش جدا جدا زي ما احنا عايش كده عايش 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 بيتقال ناس عساكر من حرب العالمي التاني وليس عاديب البندقية يدربوا نار وفاكري انهم في الحرب ليس مات بلاي لحد ما يجوا في احد المراكز الرحانية وكده احنا بنبتدي نرويد ونقول لهم الحج حرب العالمية انتهت وانت مش موجود في الحياة دي و بيقول لك انا موجود خد ساتر بتاع ونحن نرى الكلام لذلك انا بكلمك على المفتوح كده صادق او لا تصادق عايز تبحث حتى يوصل يعني وحتشوف زي ما انا شوفت يعني لكن انا بدي لك الفكرة العامة دي احنا مفيش حاجة اسمها موت اساسا يعني انت مجرد بتغادر الجسد كروح لكن بتستمر عايش بتستمر عايش في دايمينشن تاني يعني مثلا تخيل منزل او مثلا جدك توافى انت تجيلك فكرة كذا زي ما تكون سافر كندا لان هو مجرد ان هو سافر راح مكان تاني بيعمل رحلة ورحلة دي بيروح فيها في مكان معين عادة عادة الراجل خير بيروح في مكان سعيد زي ما احنا شوفنا في خبرات شابه الموت بيتجيل وبيطلع خارج الجسد حتى في العملية بيستقبلوا ناس وهكذا وبيروح وبيعدي المكان الجميل داوا وبيبقى منشاكح جدا في ناس كتير بتقابله او بيقابل السيد المسيح او بيقابل سيدنا محمد او بيقابل الناس اللي هو بيحبها يعني وبيخاش بقى في لو هو مثلا كان مريض في عملية وكذا بيخاش بقى في مستشفى بيعمل نقاها وانا ممكن حاول اشوف لوما ادوني رخصة ان انا اعمل اترجم الفيلم على اليوتيوب لو انه صعب جدا ترجم الفيلم بحاله يعني لكن فيه فيلم اسمه يسمى وانا مهمة يعني منزلنا او بيتنا اذا كنت ترغبته بالانجليزي هو مترجم بالانجليزي اسمه هو فقا هو فيلم برازيلي في كتاب لاندريا لويز استلمه من عالم الارواح للدكتور ادفاو دو كروز وهو شرح كل الرحلة بتاعته ويهي اللي حصل وازي المواصلات دا وهم حاولوا على قدم يقدروا ينتجوا ما يحصل في عالم الأرواح وده جميل يعني هتتعلم انت ازاي بتتحاسب وازاي بتنزل على الأرض تاني بتجيلك فرصة تانية انت بتنظم طبعا بتشوف شريط حياتك وتقول حتى انت دلوقتي لو انت رجعت حياتك كده تقول يا لو رجعت وانت عشرين سنة كنتش عملت الهابل دون ما كنتش سرقت دون ما كنتش عمل لان ما جابش نتيجة اساسا يعني يعني ساعات انت تسرق حاجة من حد وتجور عليه وكده وما تجلكش نتيجة يعني فبعد مدة في عالم الأرواح دي انت بتعود الكوكب الأرض لان انت بتدبر معهم هنتكلم على دي في نوع تاني في الحلقة تانية ازاي انت بتعمل اتفاق في عالم الأرواح عشان ترجع كوكب الأرض لكن بترجع كوكب الأرض لكن فيه ناس بترجع ثبتة بيرجعوا بسرعة زي حكاية الحيوانات اللي احنا هنا عليها بترجع في ساعتها ففيه انسان بيرجع بساعتها ودول اللي بتذكره بقى يعني مثلا واحد اتدرب بالنار وكده وخلال سانة بكتير يكون رأي نائة ولد تاني يعني فما بيجى عند تلات اربع سنين بتبقى لسه طازة في دماغه فبيبتج دي يفتكر كل حاجة يعني الرينكرناشن ده مهم جدا لانه بيوريلك بقى رحمة الله انت انسان فلنا في كائنات في احد مراحل التطور وحنفضل نتقدم ونتقدم 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 ونرتقي خلقيا وعلميا حتى نصل الى اول درجات الملايكة ونبتدي نساعد اخوانا لتحتينا من حيوانات ومن انسان انهم يرتقوا ايضا يعني بينساعدهم وننصحبهم وكده ونمشي معها وكلما يخطأوا عارفين انه هيخطأ عادي واحنا مرينا بالكلام ده وبننصحوا بتاع وينزل وينسى تاني وحتى الناس يداموا هاما بالنسبة لنا انك لو افتكرت هتبقى مشكلة يعني يعني انت قدت عدو ابنك المرة اللي فاتت وتفتكر انه هو عدوك فهتبتدي مش هتعالج الموضوع ممكن تستمر عدوه لكن لما متفتكر تقول يا ابن حبيب انا ابوه احنا دم واحد وكده وتلاقيكم ايه شوية شوية بترجعوا البعض ممكن تكسروا الايه المشاكل اللي كانت معاكم في الارواح سابقا ايضا من الحاجات المضحكة في الارواح سابقا يعني مثلا في واحد افترع على اخواته كلهم افترع على احد اخواته بالذات سرق منه كل فلوسه وخلاه يعني متحات وكان ياخوه يتبدي ناكل ما يدلوش ياكل وسرق كل فلوسه وعمل صاروة كبيرة ومش عارف ايه وكده وبعدين اخوه ده هو مات واخد بلا لكن بقى علشان حظه كان عندو بنت واحدة بس يعني اللي هو المفتري ده كان معندو بنت واحدة وبنتو تجوزت وخلفت عارف مين بقى كان ابنها الي هو ورس كل الموضوع ده اخو ههههه ساعات هم اليوم ايه لعبة كده يرجعونه حقه بس في حياة تانية وحتى لو بقواه بقى والزبون اللي هو الاخ الظالم دوا هم يجي يتلع فوق ويشوف ويقولك ايه لها بالا لنا عملتها دي يعني انا زعلت من اخويا وسرقت وعملت كل ده وفي الاخر بط وسبت كل شيء وسبت له سيبته الاخويا برضو سيدي اخد بالك اما تيجي تفكر برضو في موضوع زي اسرائيل والفلسطين دول يعني ممكن الجمال الاسرائيليين يقعدوا بقى يدربوا في الفلسطينيين بتاع ياخد عرضهم ويحولوا على المدن الجميلة ومصانع ومش عارف ايه ويروح يجي الفلسطينيت والده اسرائيليين هيرا يا جمال مستكب عرضا سوف أتكلمكم في حلقات تانية عن الرينكرنيشن. لكن هذه هي مقدمة فقط. حتى أنا سجلها في آخر الليل وعايز أنام شوية حوالي ساعة 12. سوف أحضر لك تفاصيل أكثر. لكن هذا هو الموضوع. يعني العلم النهاردة بيستقبل الناس دي الحلقات دي وبيعمل بحث وبيشوف بتحقق من ان احنا بنرجع للحياة دي مرات ومرات ومرات وده بيثبت تاني وجود الروح ان احنا الروح ما بتنتهيش عند الموت كل ده بيثبت وجود الروح يعني حكاية يثبت وجود الروح ويثبت العلم روحاني ويثبت وجود الروح دي سهل جدد. مجرد انت فتح موخك كده وانت تشوف يعني. تقول لي تعبوا الدييانات والمعلوم عليها واللوي. الجين دول حسب الوقت بتاعه يعني الناس اللي هو كيلهم الرسالة دي بتجيلهم باسلوب معين وكده. او حسب الكلب بتاعنا يا احنا انت نسيت لو كنت مغرفون على الفكرة العمل هناك على احده. على فكرة هكت لوقت تاني يعني لان انا جيت في اخر الليل زب ويقولك عايز انام لك كده. لكن الريانكارناشن هو شيء رائع جدا ومهم جدا ويحقق العدالة والالهية ويدي فرصة لكل الكائنات ويدي لك فرصة انك ترجع تصلح اللي عندك هل في طريقة انت ممكن ترتقي بها بسرعة؟ يمكن ترتاح بالصباح فرصه فرصة لك امامية مرة عملت خير وستخدمة مرة يمكنك أن ترجح الى التجوز من الله ومن الاول عشان الحباب وكل مرة هتلاقي الدنيا احسن شوية يعني هتتقدم هترتقي من الجانب المادي وهترتقي من الجانب الاخلاقي يعني المجتمعات هتبتدي ترتقي الحروب هتقال الشعوب هتبتدي تتعاون مع بعضها هتنفكر حسين التى يوجد الناس هتنتهي والجماعة بتوع داعش والناس اللي هتستمعات على الخراب والاجرام وليس مهبا بقى ممكن يكون امريكاني بقى يخرب يهبب في الدنيا يمكن أن يتعاملوا الـ reincarnation ولكن ليس على كوكبنا. يمكن أن يتعاملوا على كوكب آخر لأن الكوكب الأرض كمان شوية صغيرين سيخش بها في عالم الـ Regeneration اللي هو المرحلة الثانية من الكواكب يعني احنا الحياة الدونية احنا طلعين منها دلوقتي كمان يعني في الالف سنة جايين الكوكب بتاعنا ده هيتقدم بطريقة رهيبة جدا وسكان الكوكب الثاني يأتيوا يساعدون بها عشان احنا نعرف سر اختراق الكون وسر اختراق الزمن والحاجات احنا لحسا متخلفين جدا جدا وكوكب بتاعي يعني لكن بدأنا يعني بعنا يعني كونجرادوليشن بقنا الاخر الثلاثين سنة اللي فات الدولار التقدم بتاعنا كان تقدم ضخم جدا بالمقارنة بالكل الالاف سنين اللي فات دي تلاتين سنة اللي فاتت كانت حاجة يعني روعة يعني فالاطفال اللي بتولدوا النهاردة دولا يبقوا اسكب انه كتير جدا وافكارهم مختلفة جدا وحيبتدي بحث بقى خاصة في الارواح وفي الرينكرنيشن والكونسسولوجية العلم جديد اللي داخل ده اللي هو بيدرس الانسان بالكامل ومن الداخل والدمير وبيقولوا ان الوعي ده والدمير بيستمر بعد ايه الخروج من الجسد يعني بيسموه وعي انا بسميه روح طبعا اخد بالك فده الموضوع يعني الموضوع الرينكرنيشن هتمنى منكم ان انتو تولوه عناية فائقة ان هو ده مفتاح فهمك للكون ومفتاح فهمك لله سبحانه وتعالى وشكرا جزيلا ارجو ان انتو تعملوا لايك وشير واللي ما اشتركش في القناة اشترك علشان ايه اقدر اعمل معاكم يعني لايف وكده يعني ماشي الحال شكرا جزيلا وإلى اللقاء في الحلقة قادمة اشتركوا في القناة